هذا وكان اسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية رئيس الفخري للاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة قد استقبل اسمو الشيخ حمدان بن حمد بن راشد المكتوم وليا عهد دبي لدى وصوله المملكة لحضور سباق كأس جلالة الملك للقدرة في نسخته السادسة عشر برعاية مجموعة جي اف اتش المالية والذي ينطلق في تمام السابعة من صباح يوم غد كما كان في الاستقبال اسمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة ورحب اسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة باسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم في بلده الثاني مملكة البحرين مؤكدا على اهمية مشاركة فرسان دولة الامارات العربية المتحدة في سباق كأس جلالة الملك للقدرة الامر الذي سيعطي السباق طابعا فنيا اضافيا وتنافسا مثيرا في جميع المراحل ولدى وصول سموه اكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة الاستعدادات لانطلاقة اهم السباقات في موسم القدرة البحرينية والاجراءات التي اتخذ الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة واللجان العاملة في سبيل ابراز السباق بالصورة التنظيمية المتميزة واظهاره بالصورة اللائقة لمكانته العزيزة واشهد سموه بالعلاقات الاخوية المميزة بين مملكة البحرين ودولة الامارات العربية المتحدة في كافة المجالات مؤكدا سموه ترحيب البحرين بمشاركة فرسان الامارات العربية المتحدة في سباق كأس جلالة الملك حيث تؤكد هذه المشاركة حرص الجميع على انجاح هذا السباق الغالي والعزيز على الجميع اشتركوا في القناة